اشتركوا في القناة من خلال ترأس سموه للجنة تفعيل مثاق العمل الوطني كأحد أهم الإنجازات التي رسمت الخطى نحو البناء والإنجاز والتطوير في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البحرين الحديث معاهدا سموه على المضي قدما في موصالة العمل إنفاذا لهذه الخطى السليدة للنهج الثابت الذي أسس له حضرة صاحب الجلالة الملك حمد من عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه والتي تمثلت في انطلاق المسيرة التطويرية الشاملة في العهد الزاهر لجلالته